الحقيقة إنه هذا الكائن المحتل يا سيدة بلغ من الغلو والغلواء شفت اللغة العربية؟ بلغ من الغلو والغلواء يعني وصل لمرحلة بتعبير اليومين دول اللي هو بيسموه إيه قوصة مرحلة التنين إنه بيضمر المنظمات الدولية اللي بتساعد يعني زي بالزبط الأنوروة لما هذا الاحتلال يقتل موظفين الأنوروة ويضرب مقرات الأنوروة ويشيع أن الأنوروة تفعل وتسوي فتنقطع المساعدات الدولية عن الأنوروة يبقى الهدف إيه؟ نحن نتكلم على منظمة للإغاثة والتشغيل بتقفلوها؟ بيشتغل هذا الاحتلال البغيض الدنيئ لدرجة إنه عاوز ينهي دور الأنوروة تماما؟ تجد إنه مفوض عام الأنوروة قال كده قال إسرائيل تهدف إلى تدمير المنظمة عندها هدف عندها إصرار نتكلم على منظمة إغاثية للتشغيل يعني غوث وتشغيل قال لك أصل فيه 12 موظف إحنا عارفين إنه هم بيساعدوا المقاومة تمام؟ 12 موظف من تقريبا 30 ألف بني آدم في الأنوروة الله طيب الـ 12 دول فليكن إنه سوف يتم مثلا توقفهم بشكل مؤقت عن ممارسة أعمالهم ويتم التحقيق معاهم مثلا الله هل فيه أي تحقيق مع الـ 12 موظف أسفر عن ضلوع أي من الـ 12 بني آدم إنسان إنه خرق حدود عمله الإغاثي؟ لا هل فيه أي دليل إنه أي واحد من الـ 12 عمل أي شيء بعيدا عنه أو يتعارض معه عمله في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين؟ لا ولما ما فيهش دليل ولما لم تبدأ التحقيقات ولما لم تنتهي التحقيقات وإن بدأت إزاي ألاقي مقطعة من دول الدنيا تقولك لأ إحنا خلاص هنبطل نتبرع للأنوروة وهنبطل ندعم الأنوروة عمليا وهنبطل يعني يا جماعة أنتوا عمليا بتساهموا في حصار وقتل وتجويع الشعب الفلسطيني كل من توقف عن دعم الأنوروة عمليا يقف جنبا إلى جنب مع هذا الكيان المحتل في قتل وتجويع وتعطيش الشعب الفلسطيني زيك زيه بالظبط عشان كده بتلاقي إنه اللي بيدور في الزهنة هو إحنا بنكلم المجتمع الدولي علشان إذا كان المجتمع الدولي نفسه شريك مجتمع يقرر إنه ما يدفعش في الأنوروة اللي هي وكالة غوث وتشغيل تابع الأم المتحدة فالإسرائيليين بيقتلوا الناس وبيحصروهم وبيجوعوهم وبيموتوهم وبيطردوهم والمنظمة اللي بتساعد الفلسطينيين إنت بتبطل تدفع لها يبقى أنت شريك عارف أنت في قضايا الأكل في حاجة كده يقولك إيه إنه سبق الإصرار والترصد يعني إنه إنت تبقى مصر للجريمة وخططت لها وترصدت بالضحية وقمت بالفعل حلو؟ طيب هل القاتل بس اللي بيحكم عليه في حالة سبق الإصرار والترصد بالإعدام؟ لا ومن قام بالتحريض ومن ساعده ومن شاركه في التخطيط أهو المجتمع الدولي نفس القصة شريك شريك بدور مكتمل زيه زي الكيان الصهيوني بالزبط فطبيعي إنه المفوض العام لوكالة الأم المتحدة لغاوة وتشغيل لجئين أوناروة يقولك آه يعني الراجل كان عامل مقابلة صحفية مع صحيفة سويسرين قالوهم إيه؟ قالوهم إنه إسرائيل عندها هدف سياسي طويل المدى الهدف ده هو القضاء على الأوناروة اللي بقى لها النهاردة أكتر من سبعين سنة بتساعد الفلسطينيين الفارين بحياتهم أو الذين أجبروا على الفرار هذا ليس هروب ناس بيتضربوا بشكل تقريبا يومي تهدم عليهم المنازل وهم في داخلها نياما كانوا أو مستيقزين من قبل بالمناسبة القصة دي من قبل 48 طبعا لكن الأوناروة من بعد 48 تقريبا مباشرة الله المفوض بتقدره قالك إيه؟ قالك إنه إسرائيل على ما يبدو عندها اعتقاد إنه إذا تم القضاء على الوكالة فساعتها تنتهي مسألة اللاجئ الفلسطيني وإلى الأبد وعندما تنتهي هذه المسألة وهذه القضية الكبرى فلينسى الجميع حق العودة لم يعد وراءهم مطالب لم يعد وراءهم داعم لا يوجد وراءهم ظهير لكن أقولك إنه مصر هي المطالب والمدافع والظهير وإن شاء الله لن ينتهي دور الأناروة في الأراضي المحتلة أبدا أبدا عشان كده جزء من المذكرة المصرية كان بيقول كده على المجتمع الدولي أن يقف أمام مسئولياته أقفوا قدام مسئولياتكم كل من يتقاعص أو يتراجع أو يغض بصره عما يحدث في الأراضي الفلسطينية شريك بجرم مشهود يدين ملوثتين بدماء الفلسطينيين أي دولة مهما بلع حجمها أو تقالها السياسي أو الاقتصادي في الشمال كانت أو في الغرب شرقا أو جنوبا كل من وقف شريك حتى بصمته العاجز كل من صمت شريك حتى بهذا الصمت وإن كان الصمت عاجزا في حين أنه هذه الدول هي عواصم لصناعة القرار الدولي إيه ده؟ إزاي؟ طب بيجي لهم قلب بعد كده يتكلموا على القضايا الإنسانية إزاي؟ يعني بيجي لهم دم يتكلموا على القضايا الإنسانية إزاي؟ بتروحوا تتكلموا مع دول وحكومات وتصدروا بيانات وتحصروا دول اقتصاديا وتشجعوا على ضرب دول عسكريا لأمور لا تشكل حتى عشر معشار ما يحدث في الأراضي المحتلة من قبل هذا الاحتلال أي مجتمع دولي وأي إنسانية على كل